تسأل عن التتاؤب يا شيخ تقول هل التتاؤب أو التعب الذي يعتري الإنسان أحيانا عند الأذكار أو عند قراءة القرآن أو يعد من الحسد يا شيخ أم هو أمر عادي الحمد لله رب العالمين وصلي وصلي مع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد التتاؤب هو نوع من الثقل يصيب الإنسان إما لقلة النوم أو للإرهاق أو لغير ذلك من الأسفل ولما كان الكسل هو ترك ما يقدر عليه الإنسان من العمل كان العبد مأمورا بتلافيه قدر الإمكان ألا ينفر عليه حتى لا ينعكس على نفسه بأن يكون كسولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه أنه كان يستعيذ بالله من الكسل فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل والتثاؤب إشارة إلى ذلك ولهذا ندب للإنسان على التثاؤب أن يكذن بمعنى أن لا يفتح فمه استجابة لهذا العارض الذي ينتج عن الكسل أو عن الخمول أو عن ما إلى ذلك من العوارض التي تسبب التثاؤب فيكذن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم فليكذن في رواية فليكذن ما استطاع بمعنى أن يقاوم انفتاح فامه ما استطاع وقد قال العلماء أن أيسر سبيل لتحقيق هذا الأمر هو أن يعظ على شفة السفلة هكذا فإذا عظ على شفة أمسك فكه الأسفل من أن يرتخي بسبب التثاؤب فيدفع عنه التثاؤب وهذا مفيد من حيث أنه أولا يغيظ الشيطان والشيطان يفرح ويسر عندما يرى من الإنسان الكسل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يضحك منه يعني إذا تثاؤب ضحك منه سرورا بحاله التي هي العجز والكسل الذي هو من دعاته ومن رواده ومن محبيه لأنه يوصله إلى ما يريد من ترك الإنسان ما ينفعه ويصلحه فإن عجز عن الكغم الذي هو حبس التثاؤب فليضع يدعو على فيه لحيث يستر هذه الحال إضافة إلى أنه يمنع دخول شيء إلى فمه إضافة إلى أنه منظر يسر الشيطان وإخفاؤه وسكره مما يفوت على الشيطان ما يصره ولهذا من المشروع أن يضع يده على فمه ونقول لإخواني وأخواتي نحن ينبغي أن نربي أنفسنا على هذا والإنسان إذا انتبه وتعود وإعتاد تعود أصبحت سجية عنده كل ما جاء تثاؤب إما كرم بهذه الطريقة أو إما وضع يده على فيه وكذلك أبنائنا وبناتنا يعودون على ذلك ومن عود على خير اعتاده وصار له سجية فالعادات تكتسب بالتمرين والتدريب سؤالها هل هذا دلالة حسد دلالة سحر دلالة من الناس من يقول ذلك لكن ما في شيء يؤكد هذا الاستنتاج أو يؤكد هذه النتيجة وأن كثرة التثاؤب تدل على كذا لكن كثرة التثاؤب من الشيطان بالتأكيد أنها من الشيطان ولذلك يوصى من يكثر التثاؤب وأن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل ويذهب عنه الحالة التي يكثر فيها هذا التثاؤب حتى لا يتمكن منه الشيطان أعاذنا الله وإياكم من شره وكيده وأن يحضرنا في سائر شأننا اللهم أمين أحسن الله إليكم الشيخ